تنعود إلى ما قاله السيد حسن نصر الله لبنان توني تحت الاحتلال الإيراني واللبنانيين ما بدوا يشوفوا هذه الحقيقة وبعضهم عم يتعاملوا مع هذا الاحتلال وكأنه نحن عم نعارض سلطة قائمة ديمقراطيا من خلال سندق الاقتراع من خلال تشكيل حكومي من خلال إبقاء رئيس باب عبده هذا الاحتلال أنهى الدولة اللبنانية وبتصور أنه سيد حسن نصر الله مبارح ما كان عم بيخاطب اللبنانيين بقدر ما كان عم بيخاطب جمهوره بدي أذكر للناس أنه من سنة ونص وقت اللي بدأت الأزمة بشر السيد حسن نصر الله اللبنانيين بأنه إذا نهارت الجمهورية اللبنانية بيئته بتكون بيئة مميزة مضمونة دولارة مضمونة صحة مضمونة مستشفاها مضمون مدرستة مضمونة طحينة مضمونة الدواء مضمون البنزين مضمون تبين أنه هذا الرجل ما عم بيحكي الحقيقة وتبين أنه مع انهيار الجمهورية اللبنانية انهارت أيضا المنظومة اللي متعلقة مباشرة وملصقة مباشرة وقائمة على نظام مصلحة مباشرة مع حزب الله فرطت الدولة بلبنان عم بيفرط معها حزب الله طوابير الناس اللي كانوا عم بينتزروا أمام محطات الوقود بترابلوس بالهرمل بالبقاع بالضاحية الجنوبية ما بتقل كانت عن طوابير الناس اللي كانت عم تنتظر بأدمى وبجوني وبجبال وبكل المناطق وبالتالي مش صحيح أنه هذا الرجل كان عم بيقدر يأمن أو بيقدر يكون ضمانة حقيقية لطائفته عنوة عن لبنان عند منهارة الجمهورية اللبنانية كما هو الحال اليوم بسبب وضع يده عليها وبسبب عدم القدرة على النهوض بدولة طالما هناك سلاح غير شرعي وطالما هناك احتلال أيضا انعكس هذا الانهيار على داخل البيئة وبالتالي حاول أنه يستعرض يعني نحن بالجبل منسميه بهورة سيسي حاول أنه يقول أنه هو بيقدر يشيل ويحط هو ولا بيقدر يشيل ولا بيقدر يحط من بيقدر يمنعه دكتور سعيد من بيقدر يمنعه يعني اليوم يعني اليوم يعني اليوم إذا أرى رفاوه ما هو من بيقدر يمنعه من بيقدر يقول له لا لا أول شيء ما رح يقدر يجيب شيء يعني خلالي نكون واضحين بدي ذكرك فهو ولا مرة قال بدي أعمل وما عمل على فكرة بدأ الكوفيد 19 دكتور سعيد هو ولا مرة قال بدي أعمل وما عمل لا لا خليني أقول لك وين ما عمل أي خليني أقول لك وين ما عمل خليني أقول لك وين ما عمل أولا يعني عم بيحكي بالصغير يتأوصل للكبيري وقتني بدأ كوفيد 19 فرجونا 30 ألف مسعيف عشد ألاف سيارة إصعاف 20 ألف طبيب 40 ألف مرضة ما شفنا منهم ولا أي تقدم مش صحيح إنه بالمناطق اللي كان موجود فيها نفوس حزب الله حصلوا الناس على خدمة طبية أو استشفائية أفضل من الخدمة يلي نحنا حصلنا عليها بالمناطق يلي ما فيها نفوس لحزب الله أما بالوعود الكبرى يلي بالوعود يلي اسمها دمار إسرائيل يلي اسمها بدنا نصلي بالإدس ويلي اسمها بدنا ندري شو بدنا نعمل هيدا كله كلام ما أدى إلى ولا أي نتيجة التعويض الإعلامي على الخسارات السياسية والعسكرية المتكررة والقول بأننا انتصرنا بينما نحنا بنكون على قاعدة هذا الانتصار عم ندفع مليارات الدولارات من الخسائر وعم ندفع عشرات ومئات الأرواح والشهداء هذا كلام لن يؤدي إلى أي ثقة بيننا وبين هذا الرجل وأنا خليني يعني أقول بصدق أنا بعتبر بأنه الأزمة اللي عم بعيشها لبنان اليوم أزمة معقدة جداً وبدل أخصها بالتالي قيام دولة لبنانية بوجود حزب الله مستحيل وبلا سوء الحظ قيام دولة لبنانية بدون حزب الله مستحيل إذن ليس هناك حل في لبنان هو ينهار وتنهار معه أيضاً الجمهورية اللبنانية وكل الكلام اللي حكام بالي عن البنزين وعن النفط غير صحيح لو بيقدر يأمنوا نفط و بنزين كانوا أمنوا لسوريا نفط و بنزين وكان بشر الأسد بدل ما يخدنا النفط طبعنا وما يخدونا ويقدروا ويركبوا شبكة تهريب من لبنان إلى سوريا كانوا أمنوا النفط والبنزين على سوريا قبل ما يأمنوا على لبنان هذا كلام استنهاضي لبيته وما أنه كلام بيأدى إلى أي نتيجة في لبنان اليوم مرة خبر بس لأحد الصحفيين ما بعرف مدى صحته أنه هناك نقلات نفط إيرانية عبرت قناة السويس باتجاه بطريقة إلى بيروت هذا الخبر كان تغريدي لأحد الصحفيين ما بعرف أدي صحيح أو لا هل عندكم معلومات حول هذا الموضوع لا وبدأ أفترض أنه في بواخر لإيران مش قادرة أن نصرفها بحكم العقوبات عليها وبدأ أفترض أنه هو يجاب البنزين وجاب النفط كيف بدوا يتوزع هذا النفط وكيف بدوا يتوزع هذا البنزين بعدين مين أوكلوا أنه هو يدير شؤون اللبنانيين أو في جمهورية لبنانية وفي رئيس جمهورية موجود ببعبدة وفي حكومة وفي مجلس نواب وفي إدارة وفي جيش وفي قوى أمن أو ما فيه إذا ما فيه وهو فعلاً الأمر الناهي بلبنان فليستقيل رئيس الجمهورية وما رح نقلف حكومة وقوع حدا بقى يفكر أنه يروح يعمل انتخابات نيابية فليحكم حزب الله لبنان بوصفه قوة احتلال حقيقية ونتشكل كمقاومة مدنية ضده بس هيك شيخة وفريخة ما بيمشي الحال أنه نحن نضل على دولة خلابية على دولة صورية عنا رئيس صوري موجود ببعبدة وعننا دولة صورية وهو الحاكم الناهي بلبنان بيقرر السلم والحرب بيقرر القتال بسوريا بيقرر القتال بالعراق بيقرر القتال باليمن بيقطع علاقاتنا مع المملكة العربية السعودية ومع الخليج بيقطع علاقاتنا مع الولايات المتحدة بفاوض إسرائيل هو ونحن إذا نتصور ملك الجمال لبنان حد بنفس الصورة مع ملك الجمال إسرائيل تركيا بفوتوه على الحبس في شي مش بقى مقبول يعني هيدا التصرف اللي عم بيعمله السيد حسن نصر الله مش مقبول وأنا برأيي يا عنتر مين عنترك عنتر وما حدا هده يعني المشكلة مش إنه هو عنده فائط قوة المشكلة إنه ما حدا بلبنان كل اللبنانيين غالبية اللبنانيين هيدا تيعمل نايب وهيدا تيعمل الوزير وهيدا تيعمل الرئي الجمهورية ما حدا عم بيقف بوجه هذا المنطق وعن بيقول بدنا نضع حد نحن اللبنانيين إنه حق نعيش قسوة بجميع شعوب العالم